جريت و جريت تهزنا للعشرة و عشرة دقائق على موشد غاديو إكسبريسيب فهم وينا نتعديو مبعضنا لفقرتنا باكستيج باكستيج نحكيو على المسرح نحكيو على الأعمال الرمضانية واليوم مش نحكيو على الموزيكا ذاي الكل في العرض شرق 22 بقيادة المايسترو شادي القرفي سي شادي مرحبا بيك و ساح شريبتك يعطيكم الصحة يا عيشك يعطيك الصحة شيلي اليوم نحكيو على عرض شرق 22 اللي بشيكون موجود مشارة في تياتر دولوبيغا قبل أكيد ما نحكيو على عرض هذية كل الفريق اللي بشيكون موجود معك سؤال مهم تقريب بعض عامين في رمضان العوام الزوستة اللي فاتوا بالكوفيد بالكوفيد بالكوفيرن والكوفيرن نتصور نفسنا عم سنة ما هي عم سنة تنفسنا عم سنة الموسيقيين آآ آآ زملائي واصدقائي رجعوا يخدموا نعم وهذا هي حاجة باهية رجعت لحياة الثقافية آآ كيف ما كانت واكثر 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 واي لأنه آآ كانت تظاهرات صغيرة في رمضان آآ آآ في مهرجانات آآ المدينة اللي أصبحت في كل آآ في كل الولاية آآ بريسك فما مهرجان متاع المدينة رغم أنه هو راه مهرجان مدينة آآ هو تعمل آآ أول مرة تعمل عنده كارنطان أو كيكا حاجة في تونس آآ وعلا بعد هي هو هذيك نراه أنه النجاح متاع أنه المهرجانات آآ همه مشاريع ثقافية آآ كييولي في متعمم هذيك تولي حاجة باهية آآ من التالي اللي قاعدنا عامين من غير العروض آآ هذوما شيء اللي خلينا آآ نرجعوا بأكثر قوة آآ الكل معتها آآ الدومين إذيه معتها تعال متاع الموسيكا متاع المسرح عامين من غير الأجوية الرمضانية تخلي اليوم نحبو نرجعوا مية بالمية وأكثر ميتين بالمية وي وي ميتين بالمية نقوله وي ميتين بالمية وي وي حاجة معتها تخلينا اليوم كازيمون وي أكثر من المية في المية أكثر مية في المية اي ما تحركت الرا فيها خاطر العروض توها معناها دجا مسرح الو بيراء آآ ها هو رأى ومنذو آآ أن مالي تأسس مسرح الو بيراء سنة بش ولات في الحياة هذيه في رمضان وي كان مقتصر على بعض العروض في وسط العام هذيه الحاجة نحكيه على عرض آآ شرق 22 آآ بقيادة آآ كيما قلنا المايسترو شادي القالفي وزادة كل الفريق اللي موجود معاك نحكيه على حسين دوز آآ ثامر عبدالجواد آآ وكل الفريق نخليك بعدة ملنا العرض أكيد شادي والفريق اللي موجود اللي بشيكون موجود معاك إن شاء الله آآ العرض آآ شرق 22 هو آآ تناول لمسيرات مختلفة للموسيقى العربية آآ فويسكو احنا زادة ننتميول المنطقة العربية تونس فيها زادة الموسيقى التونسية آآ لكن آآ في شكل آآ أوركسترالي وموش بالشكل التقليدي المتداول آآ في شكل آآ أوركسترالي يعني مش نقاون آآ أوركستر دو فريتي آآ آآ الأوروبيان فيها حتى آآ آآ النوحاسية وفيها فيها كل شيء آآ اللي سكشيون الكل معناه كمان جهت معاهم الآيالات العربية آآ ومعاهم الآيالات العربية في وسط آآ الأوركستر دهي هذي يراه نعم معناه نعمل فيها عندي طوى دساني من آآ آآ آخر هما آآ آخر باو فالمحطات الكبيرة معناه فما الحمامات آآ دميل كنز وفما افتتاح مع رجين كرتاج دميل دي سيلة آآ 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 فن تونس وآآ واخر حفلة ماكتعرف هذي وقت ببيت بديت تتفرهد شوي دي دوزون كانت ذكرشي في السيف عملنا احفل موسيقى الزينيريكيت آآ آآ هاي طالب نسمة نسمه محبة وقت اسمها عملنا موسيقى الزينيريكيت فاذي نرجعوا اليوم هذي هي اげ قلنا محطات تناولها بطريقة أوركسترالية إذنى أهآ الغناء أهآ اسمه فين أحمد وحسرين دوس وثامر عبد جواد ومش ممثلاً شنو ما تقول للنجم ونقولو أنو والله طبا حسين مش يجي لا حسين مش نشوفوه في حاجة في رجيستر جديد كريمان عمر وما خدم واضح هذي السؤال مع تليوم اسك مش نلقاهم في اللي ما استنتين بيوم سوى حسين ثامر ولا أسمى ولا حاجات تجدود تخدموا سبيسيالما للعرض هذي لا فريمان سبيسيالما فريمان ألور لا حسين سي سبيسيالما حسين سي بروغرام واضح معناه أول مرة مش يغني رجيستر هذيه متاع الغنيه هذيه ونجم متكلمه معناه مش مش سر هو حسين مثلا مش يغني وصله متاع فهد بالان مش يغني مواشح متاع صباح فخري حاجة جديدة تخلج على كلها جديدة مش يغنيه آآ غنيه متاع رحبين يعملوها الملحم بركات اسمه هيله هيله يواسع آآ عنده معناه مع رجيستر مواش مستنسين بيه الناس أنا مش يغني معه الانجاجمون متاع وانا كوجي مي حسين هذي يعجبني فيه انه هو الانجاجي فكي يدخل في خدمة معناه يخدمها بقلب ورب بلغتنا احنا آآ ثامر آآ دوغتوغ نقولانا بخي ديزاني بعيد عن مسرح اللي هو صوت كبير او ثامر آآ اعناه كاريير كبيرة عملها ثامر عبد جواد آآ اسمه رفيقه آآ دربي في الموسيقى في السنوات الاخيرة معناش بتاعش مكنت معايا فيه نقوله تسعين في المية من العروض متاعي واضح نوك هذي الفريق آآ اليوم من حسين ثامر آآ اسمه سؤل آآ الاخر بلكشي آآ اليوم آآ شي دي هل آآ بشو نشوفوهم كلو يحد معتها واحده هل بشو نشوفو حاجة مبعاثهم آآ بلكشي ولا ليه كان نجموا نحكيه عن عن نقطة هذي كان موش سر من لا 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 معناش اسرار هو عمل مش يتقدم للعموم يخيه تقدم بالسرقة لا لا ويلفو ديفوالي زادة لبروغرام زادة العباد بش تعرف شنوه عن شنوه جاية جاية مش تسمع آآ والله شوف حاجة مع بعضهم آآ ممكن واضح أكيد فما ممكن آآ نقول آآ إذا كان غدوة خلطنا سفاء ترويه حاجة مع بعضهم اللي هي موطني آآ مش تكون حاجة مع بعضهم وابا حضر حضر من مو سفاء ترويه مو هو موجودة في البروغرام آآ احنا والجاهيزية مفهول جاهيزية متاع الأسوات خطر البروغرام آآ معناه الحقيقة مش سهل آآ فيه القصب جي وفيه عبد الوهاب وفيه آآ فيه رياض الصنع معناه وفيه الهيدي جويني وفيه قدور السرار فيه آآ فهمت آآ فالور آآ فيه برشا مفهولا واللي بش آآ اللي بش تاخلتو معتها تقدو هوني تاو فلا ميد خطل التفكير العارض هذي إن شاء الله لوي تفغيل بعض غدوة بعض غدوة في التاتخ دولوبيغا مع العشرة متاع الليل متاع العشرة متاع الليل هكا بشي بشيكون آآ السؤال آآ هوني تحذير متاع عارض كيما هذة لزم وقت قديش عندكم متحضروا فيه اليوم شايتي؟ آآ هو التحذير فيه كتابة موسيقية آآ كتابة موسيقية خاطرها أوركسترالية آآ تبدل مانيش مبدلوا اللحن معناه مبدلوا الجوهر متاعه آآ اخذي معايا وقت آآ في الكتابة ما سهلة خاطر كتابة الأوركسترالية بالنسبة للبرايف آآ ويه عنا مدة احنا مبرفو كل يوم معناها دليوم آآ الصباح كانت آآ اخر بروفا آآ آآ غدوة عنا الفيلاج آآ فالليل وبعض غدوة العرف آآ الحفلة آآ الكتيبة ملول حكيتنا على الكتيبة شي دي بديد هكا واحدك كيفاش سال اختيار متاع حسين ثامر وآآ واسمة كانوا ملول هكا من اول عرف هو عمناه والكان آآ مش يكون فما مهر كانت كانت موجود رمضان اخر دقيقة صارت الحكاية فاذن كان مش يكون فما مهرجين مدينة المتاع قبل هذيك في في تونس آآ لكن آآ مبعد آآ بطلت الحكاية آآ أما كان نفس نفس العرق ممكن كان ما يحملش نفس العنواء آآ لكن الكونسيبت هو بيدو كان حسين وآآ أسمة وثامر خاطرهم مختلفين في اللي روجيستر هذيك عليه مانا ما نجموش نحطوا ناس قراب في الروجيستر اللي بعضهم في نفس توالي مو ملل حاجة بش تتعود لكن اكيد ثمان بوين كومان بش نلقاوا اللي بش يخليهم آآ بخو بابلمون يتلقاوا ما بعضهم الثلاثة معاتي في آآ في آآ معاتي في عرض في العرض آآ هذيّه آآ نحكيه على عرض شرق 22 الشرق غنية شرق 22 ألفين واثنون 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 واثرين اللي اللي هو بالكشي نوعا ما زادا آآ هوني نفهم الشايدي اللي نقولو الحمدو الله الفين واثنين وعشرين رجعنا نتنفسو جعنا نتنفسوي مي هو شرق 22 على خاطر إنا قدمت شرق 2010 كان اسمه شرق ومبعد 2011 ومبعد مشيت 2010 و2011 كان فيها مغنية أوبيرا معروفة سورية اسمها لوبان القنطار ونوردين البيشي ومبعد تعديت الأعمال الأخرى سنة كي تكلمني سي محمد الهدي جويني مدير عام مسرح الأوبيرا قلت نعملو شرق 22 نرجو أما حكاية جديدة حكاية جديدة والله باش نشوفوها دونك مع حسين دوس ثامر عبد الجواد واسمه بن بن أحمد نهار الثمانية أبريل من العشر متعليل للنس اللي تحب جي ما زلوا لاتيكي ما زلوا لبلاس والله ما عندي حتى فكرة أما لاتيكي عن لين وإلا سور بلاس في مدينة الثقافة في مدينة الثقافة نحكيو على عرض شرق 22 هالثمانية أبريل عرض واحد آخر يكون شرزة ده موجود في رمضان شادي؟ عرض مختلف مختلف حاجة أخرى اسمه الحان من تونس الحان من تونس الحان من تونس مصور في متحف كرتاج معناها عملوا حاجة به عملوا برموسيون الحان من تونس معناها الحان من تونس فقط فيها الحان من تونس فيها موسيقى إلي فوزي شكيلي عملنا مالوف فانك وفيها المالوف متعاود بولا زيد الأغاني المعاصرة على الرياحي ولا غيره نفس الشي متعاود أما بباند صغير كيف حاجة تمشي مع جو رمضان من تونس هذي اللي بشيكون موجود زوز عروض مرة أخرى نعود نرجع بالحق من اللي بدينا رمضان سنين نقولوا فيها الحاجة هذي اللي الحمدول اللي رجعنا خاطر نحكيه على المسلسلات موجودين من العوامل اللي فاتوا حتى مع الكوفيد لكن اليوم العروض ملنجموش كان ثمه معت الوضاية ذاية لكن اليوم الوضاية تحسنت اللي خليت حتى الخدمة لكن نتصور جدي نقولتنا منعه منيول الخدمة الكل تتحذر عن دعوام حتى في كل بريودة دي كمتاع كونفينمان متاع كوبوفير تحذير الخدمة لليه هو الأفكار شوف الأفكار عزيز هي الفكرة ما ما نايزمها تجي تكون موجودة بو احنا نخد مفامة أشيانس متاع وقت زي ما ديكة لازمة كيما قمت هلنسنا في المهرجانات الصيفية كي نفام مع عرض وحذر ومبعض بطلو المهرجانات وكان عنا الدات متاحة و والواحد متاحة يعني فهنا تعرف شون يقول هنا نقول أنه ربا ذرة نافعة مواكة وممكن التوقف هذية خليني حتى عودت نظرة أخرى في الكتابة بدلت حاجات مواكة كيفاش مواكة سيوية للعرض هذية وإلا للعرض متعصيف ايه دونك إذية كيش نواليوم نقوله عمل بغم بيان تخلي الوقت إذية كالتر مالورزمون وي اكثر مالورزمون نقول مالورزمون على خاتر أنا شون يقول نقول توا فما موسيقيين يعيشوا من موسيقى أنا نقري في الجامعة معناها نقولوها معناها خلينا نقولوها فرانشمون عندي شهرية قارة يصير موسيقى ما يصير حتى حاجة قرينا عن ليني عندي فما ناس ما عنديش فما ناس عاشت من تعيش منها انتي كتسكر له عمين نراه تعبوا برشا معناها العباد تعبت 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 معناها عندي أصديق هؤمن كلهم نحكي الموسيقين العاسفين نحن أصدقاء معناها حتى لو اختلفنا في الألوان فما العلاقات الغالب فما ناس تعبت الحاجة الحاجة هذي بالحق تتقال تتقال تنزل تتقال اليوم اللي تعديوا عمين صعاب عالاخر شوختم في الموسيكا معتها ناس عايشة من الحاجة هذي القاور روحهم فشأة مغير حتى ش مغير حتى شي هذي مع عائلات ورا بانسور فما ناس باع فما تيو حتى عازب توقع زدا مغير ديفيكلتي أما ناس ورا مع عائلات ورا مصغار وإحتي يعيشوا من هذيك هذي معنا استراتيجي غالطة احتي احتي جا تسارت نوعا ما اليوم قلنا معتها كيفيش نخليو أصحاب الموسيقى معتها في الدومين هذي ولا حتى تسوي في دون دو دو معتها اليوم مغير مغير خدمة هل كان ثم تحريك من سيوي نحكي من اللي قو بخي زند ومطال اليوم معتها في الميدان هذي كيفي كيفيش سارت شوف إن يباد ربريزنتان في الميدان هذي رأوا حتى تقول لك نقابة مع كل احتراماتي وكنت عاود بنقولها رأوا في وسطها اصدقاء ملنا 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 النقابة دي النقابة اللي عنا في تونس اللي عنا النقابات مثل نفسها مثل المنخريطين متاحها فالموسيقيين الكل مهمش منخريطين في النقابة رأوا النقابة فما حاجة الناس مش فهمتها رأوا النقابة النقابات اللي موجودة في تونس ما عندها حتى عليقة بالنقابة متاع مصر رأوا مصر رأوا قانون خارج في اول حاجة قديمة النقابة ومبعد كي جاء جمال عبد الناصر في فترة ومو ألغى النقابات وألغى الأحزاب والتعددية والدنيا كلها ذا تاريخ مشانا نقول فيه بعدها أنور السادات كي جاء ورجع الحياة النقابية فنقابة الموسيقيين نقابة المهنة الموسيقية والمهنة التمثيلية والسينمائية راهوا خارجة من من مجلس هما عيتولو مجلس الشعب معنية خارج فيها قانون مش مش هكاكا معنية مش هاني شيكر على خاطر وهاني شيكر فيها قانون وفيها وفيها وعندها ثقل متاحها وعندها كيس بيش تعاون الموسيقيين والاخرين الممثلين زادة ننتي قبيلة تحدثت عزيز على المسرسلات والموسيقيين يخي جماعة المسرح فما جماعة يمثلو كين في المسرح صحيح يخدمو كين المسرح وراهم ممثلين اخشين عنا في المسرح الابروف أنه يخذينا مرات كينجيبو ممثلين في المسرح هراهم ينشحوا يخي هو فتح الهدو يجي من المسرح اخدم المسرح اخدم المسرح اخدم الكل هم اللي ترا فيهم الكبارات خدموا المسرح مانوش نحكي وعلي صار كاستينغ منه ومنه اما فما زادة ناس ما تعيش كم المسرح مغل ما تمثلش في المسرسلات خاطر في الأخر المسرسلات ما تنجمش تستوعب العدد متاع المسرحيين يعانا في تولس فاتذروا في هال بريودة المسرحيين والموسيقيين كانت فترة صعيبة لكن صعيبة الحمد لله تعدينيها تعدينيها برشة تعدينيها برشة حكمة انا اقول برشة حكمة صارت فيها حكيمة 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 انه اخذي الجيش بزمام الامور وصار ما نعرفه كيفية صار وتنظمت ولقعت الناس وتفرهدت الامور الحمد لله رجعنا بعد تقريب عامين الاعمال رمضانية نحكيه على الشرق 22 نهار ان شاء الله ثماني عفريل بعد بعد غدوة تياتخ العشر تعليل الناس اللي تحب تكون موجودة نجمش على فيسبوك اللي موجود شرق 22 شايد نخليلك كلمة الختام والله اول حاجة اعطيكم صاحة شكرا يعطيك صاحة عايشك على الاستقبال هدايا و شرق 22 اكتشاف واستماع زادة ف نتمنى للناس يمش تحضر استماع طيب هدايا شنو نتمنى ونهار ثمانية عفريل شكرا شادي القرفي كنت موجود معنا على غديو اكس في اليوم رمضة نرجع معكم بعض الأخبار في النص ساعة الأخيرة من برنامج جام تاعنا ونحكي وعلى مسلسل الحرقة في الموسم الثاني متاعه مسلسل شفناه في جزء اول شفوه اليوم في موسم ثاني هذي الكل بعد شوية